السلام عليكم ورحبا بكم متتبعاتي الوفيات اليوم في فيديو جديد ان شاء الله تتم ديال الفيديوهات اللي سبقوا لان انا وضعت لكم تصوير طويل جدا العديد من الوصفات اللي كنحضروا ولكن قسمتهم باش ميجيكمش الفيديو طويل بالنسبة لهد العجين غادي نستعملو هناي العجين المورق ديال البتيبة كما شتو هناي عندي العجين المورق ديال البتيبة ونحضره كذلك كنحضره حتى بالبريوش العجينة ديال البريوش ركنت وضعتها لكم في القناة كذلك كنت نحضره بهالبتيبان كي يجي رائع كن نديرو نعجنو المقادية ديالنا ديال البريوش وكن نسترحوهم بنفس الشكل بعد الشكل عادة نحشيوه بالاكرين باتيسيا ونفس الطريقة نتبعوها غري العجينة كتكون مختلفة كتكون العجينة ديال البريوش تعيي كتجي في صراحة جميلة هنا كما شتو عندي هنا العجين مورق اللي كيتدلك ثلاثة المرات كيتورق ثلاثة المرات هو هذا اللي كنت خدمت لكم في الفيديو اللي فات اللي قبل من هذا اللي فات دونك خديت واحد البرتية ودرتها بهات الشكل هادا درتها مربعة غادي ناخد هاد القولية من واحد العجين غادي ندخلها الداخل تعلموا اننا ما نضيعوش يعني العجين المسابقين حاولو نصنعو منه اي شيء المهم انه ما يضيعش كنورق مزيان من بعد كناخد الكريم باتيسيار ديالي هادي اللي كنحضرها فقط بالماء ما كنحضرها بالحليب لان السعر ديال البتيبان ديال الشنيك ديالي درهم فكين فرق كين البتيبان اللي كيكون كتر من درهم يكون بثلاثة درهم هادا كوو بش كتتصايب الكريم باتيسيار بالحليب هنا فقط كنصايبه بالماء واد الحليب كنديرو الماء فكي يجي تاوي جميل تقدروا تديرو هنا شوية ديال الزبيب كذلك كنطويه بهات الشكل هادا كما كتشوفون بعد مسر رح تلابت الكريم كنطويتها بهات الشكل هادا نحاولو اننا نديرو الكريم ونخليه واحد سنتيمتر في الاخير ما نديروش لي الكريم ونديروه بصبعنا باش كتشد لنا هكا العجينة ديالنا كمشتو اخديت واحد الخيط ديال الخيش او ديال الخنشل ديال ديال الدقيق هو باش كنقطع كيجيني الصراحة جميل حسن من السكين اللي بغتو تقطعو بسكين يكون سكين حاد لكن الصراحة كيجيني هاد الخيط اسهل كمشتو تقطع ديالو ضغيه ضغيه كيقطعو كيعطيكم واحد شنك لي هو ساهل شنك وخاتي يباليكم الصغير ما زال غادي تنفخي خمر وما زال غادي تدخل للفران وغايتضاعف الحجم ديالو كنقطع شنكات ديالو بها الطريقة وتنوضعهم في الطاوة اهم حاجة هنا يا ان العجين ما يكونش مطلوق ديال البسيبان اللي غا نحضره منو ديال اللي غا نحضره منو هاد الشنك هادا العجين المورق ما يكونش جاري ان شاء الله يخصو يكون شد فراسو من بعد ما كملت غادي ندرهم مصطفون في الطاوة ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نحضر لكم طريقتي فتحضر لي غفرت حتى هما بالكريما كيجيو هائلين جميلين بزاف ومطلوبين كذلك كنت تستمر دائما حتى كنكمل الشنك ديالي بالكامل على فكرة يعني بالنسبة للشنك ما عليش نستعملو كامل غا نستعمل شوية واللي بقالية كنحتفض فيه في البوليستير او الفرشي اللي كيدروا فيه اللي كيدروا فيه الحلويات هادا كوفي الشنديرو كنفارقه بورق الزبدة وتنديرو فالكونجلاتو غادي سنجبدو كنخليك خمر و كنعود نطيبو كنشنك كتير انا كم ماشتو كندهن الشنك ديالي بيضا كاملة فقط كنخليه يختامر كندهن قبل عاد باش نخليه يخمر عاد باش نعود ندهنو و ندخلو الفران بهالطريقة ديال دهن الشنك كيعطي واحد اللون دهبي جميل الى دهننا قبل ما يخمر ودهننا بعد ما يخمر كيعطي واحد اللون دهبي جزوين بزاف فقط هادشي اللي كين هدو ممكن نخليه ان شاء الله يخمر و ندخلوه يطيب و نشوفه الشكل نهائي اللي هو هادا يجي رائع جدا هشيش هشيش بزاف و جميل كنتمنعنا الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم و تسنوني ان شاء الله في فيديو قادم اللي غادي نحضر لكم فيه القفرة نتمنعنا الاعجاب ديالكم و لاي طلب حطوا لي اسفل تعريق باي باي السلام عليكم صلى الله في رياضكم